منذ فترة طويلة جداً اتحاد الكرة يكون عنده الجراءة ويعلن أسماء طاقم التحكيم قبل موعد المباراة بـ 72 ساعة مش هقول 48 ساعة بـ 3 أيام لدرجة حتى أن أسماء الطاقم اتصربت للإعلام ويمكن أنا قد تجوز من الناس اللي جات لأسماء طاقم المباراة وحكام الفيديو تحديداً وكانت مفاجئة كنت أعلنت عنها يعني من خلال حساباتي الشخصية على السوشيال ميديا أن حكام الفرح هيكونوا 3 ولكن في حكام مباراة القمة النهاردة أنا عندي تفاصيل كتيرة وعندي مفاجئات وتعمدت أتابع كل اللي تقال وكل اللي تكتب على مدار الأيام اللي فات عشان أعرف هل الناس وصلة لها التفاصيل الحقيقية ولا فيه معلومات بتتقال بشكل معين عشان الجمهور ما يعرفش الحقيقة فين وانا النهاردة جاي عشان أقول بالضبط الحقيقة فين الحكام يتعينه ازاي؟ اختيارهم تم ازاي؟ مين المسؤول عن التعيين؟ هل الاتحاد مسؤول ولا مش مسؤول؟ بس قبل نروح على مسؤولية الاتحاد عايز أفكر الناس بحاجة مهمة جدا لأن اتحاد الكورة مبارح عمل حاجة لذيذة قوي قالك إيه؟ بريرا هو اللي اختار طاقم الحكام واتحاد الكورة مش طرف احنا بند الخبيل الأجنبي كافة الصلاحيات لا يا راجل لا والله بجد معرفتكش أنا كده دلوقتي يعني ما عرفتكش على الشاشة هو طاقم تحكيم مباراة القمة كلهم حكام دوليين فيما عدى الحاكم الإيفار الكابتن عاطف حسين وطبعا بنتمنى التوفيه لأي عنصر مصري بيشتغل في المنظومة بغض النظر عن التفاصيل لأن احنا دايما ما بننتقدش الأشخاص احنا بنتكلم في معايير فنية وبنتكلم في أمور ليه علاقة بالشغل الفني سواء للحكام أو أي مسؤول داخل اتحاد الكورة فكامل التقدير والاحترام للجميع ولكن انا هتكلم على لما اتحاد الكورة يقولك احنا مش طرف ده فيه خبير أجنبي هو اللي بيختار لا والله طب وانت حضرتك كنت فيه من ثلاث أسابيع لما الخبير الأجنبي كان عايز تقم مصر في نهاية كاس مصر بين الأهل والزمالك فيه الرياض وحضرتك تلعت وقلت كاتحاد كورة بقى لا لابنرفع الحرج عن الحكام المصريين مباراة القمة هيدرع حكام أجانب وبريرة زعل والاتحاد ماهتمش بريرة مسافرش السعودية والاتحاد ماهتمش متعينش مراقب للحكام والاتحاد ماهتمش دلوقتي الاتحاد مش طرف يا جماعة يا جماعة ده تلت أسابيع مش من اتكلم في تلت سنين يعني فر هو الاتحاد اللي بيدير اللعبة دلوقتي عايزه وصلنا الفين بالزبط يعني الراجل اختار طاقم مصري أوكي قوله بندعمه الراجل اختار إبراهيم نور الدين أوكي قوله احنا معاه وفي ظهره لكن تصربه للإعلام وتبعاته بيانات تقوله ان الاتحاد مش طرف وان بريرة هو اللي اختار معرفتكش أنا كده دلوقتي ما انت من ثلاث أسابيع دخلت في شغل بريرة ورفضت الطاقم المصري وأصرت على طاقم أجنبي والراجل زيعي لوقتها وهدت بالاستقالة بس يكمل هو عايز يكون يعيش وكمل ما استقلش وكمل معنا ده يعني في البداية بس عايز أحط إيه الأمور في النصابها الصحيح الاتحاد عمل إيه واللجنة عملت إيه والكلام اتغير بعد ثلاث أسابيع قال يعني الاتحاد بيخلي مسؤوليته من هذا الطاقم فبيقولك أنا مليش علاقة في بريرة لا والله على كده معرفتكش يعني طبعا انت اللي قلت الحكام بنرفع عنه من الحرج وجبته طاقم تحكيم أجنبي غير مصنف في مباراة نهاية كاس مصر ولا انتوا نسيتوا اللي حصل من ثلاث أسابيع احنا ما بننساش ده واحد اتنين اللي اختار طاقم حكام مباراة القمة هو فيتر بريرة هو فيتر بريرة واختيار إبراهيم نور الدين كان بالزبط من ثلاث أسابيع في الأسبوع الأخير في شهر رمضان كان إبراهيم نور الدين تم الاتفاق معاه بشكل رسمي هو حكم مباراة القمة هتقولي الاتفاق تم ازاي هل إبراهيم نور الدين تم اختاره من اللجنة أقولك لا حصل العكس ازاي يعني ايه حصل العكس كابتن إبراهيم كلم مع بريرة كلم مع محمد فاروق أنا آخر سنة وقد تكون آخر مباراة واعلن اعتزالي والصورة دي انتوا طبعا شايفينها دلوقتي الصورة دي كانت في شهر رمضان كان فيه حفل إفطار كده لكل الحكام فيه حكام ما راحتش وفيه حكام تواجد بس قبل الصورة دي كانت فيه خناء وفيه قواليس وفيه قصة وكان حمامة السلام ما بين الحكام الدوليين ولجنة الحكام هو كابتن إبراهيم نور الدين والكابتن عاطف حسين كانوا حمامة السلام في العلاقة ما بين الدوليين وبريرة لدرجة ان قبل الصورة دي كان محمود عشور هيغادر الاجتماع وما كانش هيكمل وما كانش هيقدر حفل إفطار له لاتدخل الكابتن إبراهيم نور الدين وكان حمامة السلام في التعامل ما بين بيريرا مع الحكام الدوليين وعلى هذا الأساس بيريرا بيصق فيه إبراهيم نور الدين وعلى هذا الأساس من وقت هذا الموضوع وبعد ما الكابتن إبراهيم قال لهم أنا خلاص دي آخر سنة وأنا خلاص بعتزل ممكن تكون دي آخر مبارالية آخر مبارالية وحاجة تانية ليه علاقة باستمرار بيريرا حد